هناك صواريخ إيرانية عبرت عن طريق العراق إلى الداخل السوري إلى ميليشيات ولائية عراقية موجودة في سوريا وهذا طبعاً الموضوع اليوم مسبب لغط كبير لسببين مهمة جداً أنه العراق متورط في هذا الموضوع وفي هذه التقارير والأمر الثاني التفاصيل الدقيقة اللي نشرت على هذا الموضوع طبعاً إذا ردنا نتعرف أكثر على طبيعة هذه التقارير ومنه اللي حقيقة نشرها هو المرصد السوري لحقوق الإنسان حتش عن تفاصيل كثيرة جداً رح نشرح لكم إياها كذلك البرجيانتراك دوت كوم هذا طبعاً أو تراك بيرجيانتراك دوت كوم هذا الموقع أيضاً نشر تفاصيل إضافية لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان فلذلك إذا ردنا نعرف تفاصيل التقرير هذا وشنو اللي دايحشون أو داتحشي عنه هذه التقارير فعلياً رح نلاحظ بداية أنه هي داتحشي عن صواريخ هذه التقارير دخلت من الأراضي العراقية إلى السورية وحدة منها بشاحنة محملة ب56 صاروخ دخلت عن طريق معابر غير رسمية من الأنبار إلى طبعاً الداخل السوري إلى منطقة وحدة من الشاحنات اللي هي شائلة 56 صاروخ بين منطقتين دخلت اللي هي منطقة الميادين ومحقان وهذه المنطقة طبعاً اسمها كوع ابن أسود وهي بيها مستودعات وخزنت بيها 56 صاروخ بالإضافة إلى ذلك شحنة أخرى أيضاً دخلت عن طريق العراق وهذه الشاحنة محملة ب40 صاروخ دخلت إلى غرب دير الزور إلى منطقة اسمها التبني هذه بيها ميليشيات عراقية بحسب هذه التقارير بالإضافة إلى ذلك أن هذه الأربعين صاروخ خزنت في مستودعات موجودة في هذه المنطقة تحديداً وإذا ردنا نلقي نظرة على طبيعة أنه الاستراتيجية تخزين الصواريخ الآن اختلفت مقارنة بالتقارير السابقة الدولية التي تتحدث عن نفس القصة ونفس الاستراتيجية في نقل الصواريخ من العراق إلى سوريا فإذا ردنا نلقي نظرة عن طبيعة الصواريخ وين كانت تخزن سابقاً فعلياً كانت تخزن الصواريخ عادةً للميليشيات في هذه المنطقة تحديداً أو في هذه الصحراء يعني كانت عادةً تصير تحت الأرض أو كانت تصير في قواعد معينة موجودة في هذه المنطقة بالقرب من معبر البوكمال يعني إذا ألقينا نظرة يعني كانت تكون قاعدة الإمام علي هنا عن طريق هذا المعبر اللي هو تابع للميليشيات الإيرانية بحسب هذه الأقمار الصناعية اللي نشرت أثناء الألفين وعشرين تتحدث عن نقل الصواريخ إلى هذه المنطقة لكن الغارات الإسرائيلية الكثيرة اللي متهمة بها إسرائيل أنه هي دتسوية خاصة يعني قبل عشر تيام تقريباً أو أكثر قليلاً أكثر من عشر غارات إسرائيلية تمت على سوريا واستهدفت كل هذه الصواريخ المخزنة في هذه المنطقة وهذه القواعد يعني هذه القاعدة تحديداً مثلاً وحداً من الصور اللي نشرت إلها بالألفين وعشرين نلاحظ أنه هذه قبل وهذه بعد شوفوا طبيعة التدمير اللي صارت لهذه القاعدة وبحسب التقارير هذه القاعدة محيئة تماماً وبعد ما حد يستخدمها فلذلك الفكرة هنا أنه واضح تماماً بسبب الضربات والاختراقات الكثيرة للداخل السوري واستهدافهم للميليشيات وغيرها واضح جداً أنه هم اندفعوا إلى المناطق التي هي منطقة دير الزور عبر نهر الفراد يخزنون هذه الصواريخ تحديداً لأنه القضية هنا قد تكون أصعب على الطائرات إذا كانت إسرائيلية أو أمريكية أن تدخل بهذا العمو خاصة وأنه لازم يكون قضية ما ننساها أن هناك مضادات جوية روسية دخلت أثناء الأزمة السورية قد تكون هي موجودة في هذه المنطقة فلذلك صارت الأمور معقدة وستراتيجيات جديدة تتبعها الميليشيات المهم في هذا الموضوع والذي يهمنا إحنا كعراقيين أنه اسم العراق هنا موجود وما هو تفسير الحكومة والسلطات العراقية لمثل هذه التقارير التي تنشر وفعليا إذا كانت الإجابة بأن هذا التقارير وهذه التقارير غير دقيقة أو غير صحيحة يعني هوايا ناس ما يتقبلوها لعدة أسباب وحدة من الأسباب المهمة أنه إحنا قاعدين دانحتي على حدود وشريط حدودي 600 كيلومتر ما تقدر التبساطة تقول لا على مثل هذه التقارير يضاف إلى ذلك إذا كان فعلا هذا غير دقيق أو غير صحيح ومع كل هذه التفاصيل اللي حتشين بيها ماذا عن التقارير السابقة اللي نشرت يعني هذه واحدة من التقارير نشرت من قبل النيويورك تايمز اللي أخذت تصريحات لأحد المسؤولين الأمريكان من البنتاجون وحتى مسؤولين آخرين في فترات سابقة هذه تحجت عن نفس القصة تماما صواريخ تتعبر بنفس الطريقة بنفس الإسلوب إلى المناطق اللي ذكرناها لكم اللي كانت تخزن بها سابقا الصواريخ